مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين الخبار اليوم عملاق الدوري اليوناني يدخل في آخر لحظة مفاوضات سريعة لأجل التعاقد مع زياشة قبل إغلاق السوق في اليونان رغم تألقه الكبير في المباراة التي لعبها أنشلوت يفاجئ المغربي براهيم ديازة بقرار غير متوقع والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لما تنساش الدرجة من الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انت لول آخر لخبار تردت أخبار في الأوساط الرياضية خلال الأيام الأخيرة تفيد بأن الدولية المغربي حاكم زياشة أصبح هدفا رئيسيا لنادي أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية يأتي هذا الاتمام في وقت حارج بالنسبة للعب حيث يمر الزياشة بوضع صعب في ناديه الحالي لتصري مما يجعل مسألة انتقاله إلى فريق آخر مسألة مطروحة بقوة وبحسب التقارير الواردة من الصحافة اليونانية والتركية فإن نادي أولمبياكوس الذي يعتبر واحدا من الأندية البارزة في الدوري اليونانية قد ابت اهتماما كبيرا بضم حاكم زياش وفادت صحيفة سبورت تايا اليونانية بأن أولمبياكوس يسعى جاهدا إلى تعزيز تشكيلته بضم زياش قبل انتهاء فترة الانتقالات في منتصف الشهر الجاري في اليونان وهذا يعقس رغبة النادي في تدعيم صفوفه بلاعب مميز مثل زياش الذي يعد من أبرز لاعبي كرة القدم المغاربة وعلاوة على ذلك أكدت صحيفة سبورت تيميا اليونانية أيضا أن أولمبياكوس قد بدأ بالفعل محادثات مع زياش منذ فترة وأن هذه المحادثات تسير في اتجاه إيجابي وأشرت أيضا إلى أن هناك تقدما ملحوظا في المفوضات مما يعزز الأمل في إتمام الصفقة بنجاحها قبل إغلاق نافذة الانتقالات ومن جانبها أوضح المصدر ذاته أن حاكم زياش لن يقبل بأقل من ثلاثة ملايين يورو كراتب سنوي وهو ما يشكل تحدي إضافيا أمام أولمبياكوس ومع ذلك فإن النادي اليوناني وصل نقاشاته بجدية حول هذا الشأن حيث يسعى إلى التواصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويسهم في إتمام الصفقة وفي الوقت ذاته يعاني زياش من وضع صعب داخل نديه الحالي غالة ساري حيث يبدو أن مدرب الفريق غير راض عن أدائه في السياق الجماعي للفريق وقد تجل هذا الوضع الصعب بشكل واضح من خلال خطوة زياش بحف صورته مع نادي كالة سارية من حسابه على انستغرام مما يعكس تباعد العلاقة بين اللاعب وناديها وأشار تقرير آخر لأن زياش قد يكون أمامه خيارات متعددة من العودة إلى ناديه السابق آيكس آماستردام الهولندي أو النظر في عروض أخرى قادمة من أندية سعودية وبالفعل هناك تكهنات حول احتمالية انتقاله إلى هذه الأندية في انتظار الحسم الهائي لمستقبلها خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتالي تظل مسألة انتقال حاكم زياش مسألة مفتوحة وتحت المراقبة عن كثب حيث يتراقب الجميع أي تطورات قد تترأ على هذا الملف خاصة مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية شهد نادي ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة تحول الملحوظة في تشكيلتها وذلك بسبب لصابة التي تعرض لها اللاعب الإنجليزي جورد بيلينكهام فقد صيب بيلينكهام خلال الجولة الابتتاحية من الدورية الإسبانية أمام فريق ريال ميوركا مما جعل المدرب كارلوانشيلوتي يضطر للبحث عن بدائل لتعويض غياب اللاعب الشاب وفي هذا السياق بارز اسم المغربي براهيم دياز كأحد الخيارات المتاحة لكنه وجه تحديات كبيرة في استعادة موقعه الأساسي دمن التشكيلة وفي الموسم الماضي كانت إصابات الخط الهجومي لريال مدريد تلعب دورا رئيسيا في إشراك دياز الذي كان محظوظا بفرص اللاعب في أربعة وأربعين مباراة على مستوى جميع البطولات لكن الأوضاع اختلفت بشكل كبير في الموسم الحالي فعلى الرغم من بداية الموسم بشكل نوعد لم يحالف دياز الحفظ هذا الموسم إذ لم يعود المدرب أنشيلوتي يعتمد عليه بنفس القدر الذي كان عليه في السابق وعقب إصابة بلانكهام في الجولة الأولى من الدورية الإسبانية قام أنشيلوتي بتوظيف التركي أردغولار كبديل في الجولة الثانية أمام بلد الوليد بينما في الجولة الثالثة منح المدرب الإيطالي إبراهيم ديازا فرصة اللاعب كأساسي لكن سرعان ما قام باستبداله بنهاية الشوت الأول مما أشار إلى تدبد بثقة أنشيلوتي في قدرات اللاعب المغربي وفي الجولة الرابعة من الدوري الإسباني اتجه أنشيلوتي لاختيار دانيس سيديوس ليشغل مكان بلانكهام مما يبرز حقيقة واضحة أن إبراهيم ديازا بدأ مباراة واحدة فقط من أصل أربع مباريات في الدوري الإسباني حتى الآن وهذا الرقم يأكس تراجعا ملحوظا في دور ديازا دمن الفريق حيث أن الافتراض السائد في وسائل العلام الإسبانية هو أن أنشيلوتي قد فقد ثقة في ديازا فقد لجأ المدارب الإيطالي إلى خيارات أخرى مثل جولر وسبايوس بل وحتى لوكا مودريتش مما يضع ديازا في وضع صعب للغاية إذ لعب ديازا خلال الجولات الأربعة الأولى ما مجموعه 94 دقيقة فقط بمعدل 23 دقيقة في المباراة الواحدة وهو ما يعتبر أداء متواضع جدا مقارنة بمستوى طموحها ومع اقتراب عودة بيرينجهام من الإصابة بعد فترة التوقف الدولي الحالية من المتوقع أن تتضاء لفورا سوبرهيم ديازا في الحصول على دقائق لعب إضافية ومن المرجح أن تقتصر مشاركاته على دقائق معدودة كبديل أو ربما يجد فرصة محدودة في مباريات كأس مالك إسبانيا وفي ذات الوقت يستعد إبراهيم ديازا للعودة إلى الصحة الدولية حيث سيقود المنتخب المغربي مبارتين في تصفيات كأس أمم إفراقيا 2025 وسيواجه المنتخب المغربي كلا من القابون واليسوتو يومي السادس والتاسع من شهر شتنبر الجاري وهي فرصة قد تكون مهمة لديازا للسعادة مستواها والتأكيد على قيمته كلاعب رئيسي وفي المجمل يبدو أن إبراهيم ديازا يواجه فترة من التحديات الكبيرة في مسيرته مع ريال مدريد حيث يتطلع إلى إيجاد فرص جديدة لإثبات نفسها والعودة إلى الأضواء وفي الوقت نفسها يسعى اللاعب المغربي إلى استغلال أي فرصة يمكن أن تتح لها في مباريات المنتخب المغربي لتحقق التوازن المطلوب في مسيرته الاحترافية هذا وفي ظل هذا التراجع في دوره مع ريال مدريد يواجه إبراهيم دياز تحديا كبيرا في استعادة مكانته داخل الفريق الملكي حيث أن فقدان الثقة من جانب المدرب كارل وانشيلوتي يمثل ضربة قوية لطموحات اللاعب المغنبية الذي كان يأمل في أن يكون له تأثير بارز هذا الموسم ومع تزايد الاعتماد على لعبين آخرين يتعين على دياز أن يظهر قدرة على التكيف مع الوضع الراهن وإثبات نفسه مرة أخرى أصولكم مشاهدين الكرام إلى هذه النقطة من الفيديو يوشير لاتمامكم ومتابعتكم للأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها الأهم الأخبار التي تريدون متابعتها ونحن سنتفاعل مع كل تعليقاتكم ترجمة نانسي قنقر